تقدر نقول لكم أن العامل المشترك أو القاسب المشترك بين هاد الناس اللي وصلوه بين هاد الناس اللي نجحوه كان بغض نظر على معلومات ورأس المال هو تلك السلام عليكم الدراري السلام عليكم بنات تمساكم الله وبالخير اليوم انا انظروا له واحد الموضوع مهم شوية من اكتر المواضيع اللي جاتني في الخاص والناس كيسغول عليها بزاف من بين الحوج اللي كيسغول عليها الناس بزاف كيقول لي يا اخو يا ديحيا شنو هي الحاجة اللي خاصة انا باش ننجحوه على غير ردك شي اللي ذكرنا قبل البارح والبارح شنو خاصة اذا جننشوفو اي نجاح او اي تطور او اي شي حاجة ناجحة واصلة ومبنية على اسس صحيحة وكتغطة نتائج كتلقى ان ملاهق قبل ما يوصليها كان محتاج لبزاف ديال المعلومات بزاف ديال الافكار بزاف ديال المعلومات بزاف ديال الاساليب بزاف ديال الحوج دي كانت تعلموهم واللي هضرنا عليوان البارح كتاخدوهم الناس اللي كانت اقتذروا بيهم الناس اللي كانت تعلموا بيهم الناس اللي كتعلموا وعوفوا منهم او الناس او التجاريب او الكرآات او الباحثة او كيف سzieh يعني باش تنجح خصك مجموعة عامل المعلومة وخصك في البيزنس ديالي كوميرس خصك واحد راس المال أوكي ولكن هاد الجوج وخي يكون عندك بعد المرات راكي خص راس المال بعد ما ما كي خصش بعد المرات كتحتاج لمعلومات كتيرة بعد المرات كتحتاج لهم بزاف هاد الجوج ضري منه ولكن ليجي نهضره عليها اليوم هو عون سلطة ثالث مهم قد نقول لك بعد المرات كي يكون مهم من هاد الجوج كامل اللي هو طريقة التفكير الصحيحة في حياتي اللي كتمتد المهنية بالخصوص اللي كتمتد واحد عشر سنة هادي ولا أكثر صدفة بزاف ديالناس اللي وصلين اللي ما وصلينش اللي بدون جحون اللي بدون فشلو يعني بزاف بزاف تلقي مع بزاف ديالناس الى 12-13 سنة في الميدان مش شي حاجة سهلة ومش شي حاجة اللي بسيطة نكونوا واقعين مع راسنا الحمد لله بزاف ديالناس صدفتهم ولكن تقدر نقول لكم كأن العامل المشترك أو القاسب المشترك بين هاد الناس اللي وصلوا بين هاد الناس اللي نجحوا كان بغض نظر على المعلومات وراس المال هو طريقة التفكير الصحيحة هتقول لي يا أخي يا دحية كيفاش هذه التفكير صحيحة عارف الناس كي عارفوا أحسن وقت كي عارف فيسبوكات عارف الناس كي عارف كيفاش يدد الإعلانات كيفاش يلقى بخدوية كيفاش يجيب مبيعات كيفاش 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 يعني كي عارف له ولكن كنتدوز وقت 3 شهور 6 شهر عام كتلقى به فلان فيه نوصلتك كتلقاه بلها ومليك تفكر في راسك شنو خاص هات السيد هات السيدره ما خاصوش معلومات عندو أحسن وقت كي معلومات يعطيها ومليك بالزربة أحسن منو منك بقال في الدرجات على مستوى القاتس على مستوى الإلقاء بخدوية على مستوى بزبد الحويش مليك تشوف راس المال ما كانش عندو فيه مشكل ولكن علاش موصص لي أنا الطريقة باش كيفكر ما صحيحه مليك انهضروه على طريقة التفكير هي مجموعة فيها أحسنها ربعات العناصر حيث هناك ما تقولي الأخوة داخلية تقولي طريقة تفكير صحيحة ماذا هي هات طريقة تفكير صحيحة باش ما ندخلكمش دوامة فكريا ما تنتهيش طريقة تفكير صحيحة أنا بالنسبة لي ماشي قاعدة أنا ما أعتقدوه من خلال واحد تجريبة اللي راكمت في 12 سنة في الميدان وفي الاحتكال كدلي مع الآلاف ديال الناس اللي هي أنه غصفيها تجريبة طريقة تفكير صحيحة تجي بعد واحد تجريبة سوى ديالك سوى ديال الناس اللي قرب لك سوى ديال الناس اللي تم الاحتكاك بهم والتعرف عليهم والتعامل معهم ثاني حاجة من بعد تجريبة لها ذكرتها نيت اللي هي الاحتكاك انت ملكت عن فيسبوك آدس وعارف تديل الآدس وعارف تجريب مع بيعات واش احتكتي مع الناس اخرين او لا لا واش تم الاحتكاك ديالك مع تجارب اخرى او لا لا تقول لي اخو يا را انا كنبيع انا را كنجيب اللا را ما غير كافية يخصك احتكاك لانه إلا انت كتبع اليومة كون على يقين انك قد توقف إلا كتبع اليومة وقد ديال الفلس اليومة غدا ما قد ديالهمش لانك خاص كوحدة الحاجة مهمة بزدل احتكاك الاحتكاك مع الناس خورين تعني استفادة من التجارب ديالهم ربما را كانوا واحد واحد الحفارة غير مازا ما تحط فيها وكن كونك تحتك مع الناس خورين كون عرفت الحفار اللي كانين وغد تعلم منهم وغد جوزهم كما قال انشتان على ما اعتقد هو صح هذه المقولة ما متأكد بزدف قل لك استفد من تجارب الاخرين لان حياتك غير كافية انك تجرب كل شيء العربية تعربت دونك را حياتك وحياتي وحيت اي وقت فينا را غير كافية باش نجربوا كل شيء باش نستفدوا كل شيء دونك شي حويش نجربوهم احنا لانصر لقم واحد وكن اغلى بادي الحوي مش حنا اللي كان نجربوهم انا وانت وهادا وهادك اللي جربوهم خصنا نحتكو بهم وعلى الثاني كما قلنا تجربة خدتنا على الاحتكاك والاحتكاك غياخدنا مع الموحيط ما عامنا غنحتك ما عامنا غنحتك مع واحد الموحيط اللي كيدير ذلك الشي اللي كندير احنا كنسميه هار ريزو دياننا او نيتوورك دياننا مهمة بزافة يا اخوان باش تنجح ما يمكنش تقول لي باقي انا في الدار قاس خدام وراء بي سي ديالي غادي نحق نجاح راهت شيء ربما كان في 2012-2013-2010 حاليا لا حاليا نقول له هاد شي بيزنس الساعة كنا غير عدتاشر باش نجيك سارح ما بين 2008-2015 قد نقول لك انا اللي كان هنضر معك كنت عدتاشر وراء بي سي في الدار عندي تيم شوية علاقة حاليا نختموه الى اخيره ولكن الموضوع تغير الموضوع صار في انك انت انت صاحب مؤسسة انت صاحب شركة اذا هنا خصك موحيط ديالك رامي ما كاش تقول لي بغيت ننجح في الاي كوميرس انا نخد دائما الاي كوميرس كمثال رامي ما كاش تقول لي بغيت ننجحنا في الاي كوميرس وانت كتقلس مع مثلا شي واحدة خلع علاقها بالاي كوميرس مثلا كتقلس مع الاساتيدة او كتقلس مع الاطب ما احترمتي لكل الناس ولكن رامي ما كاجي تقلس مع الطب مع الطبيب صاحبك مزيان ولكن رامي ما غيريش يعلمك ما غيرتخش جوج النقاط اللي هدرنا عليهم لي هم الاحتكاك وتجاريبة مهم زاف يكون عندك واحدة ريزود الناس يخدمون في المجال الناس ايجابيين الناس يخدمون و الناس تستفد منهم ورابع حاجة من بعض التجاريبة والاحتكاك والموحد انا كنسميه النج الاقتصادي اوكي ما اعرفت هذه الكلمة كائنا علميا او ما كائناش ما اعرفتش بشنا نكون سرير او امين انا كنسميها النج الاقتصادي شنو كنقصد بهذا النج الاقتصادي كنقصد به كائنا الناس كيعرفو دي الادس كيعرفو دي الادس كما كيمشي وش بعيد لانه كنج اقتصادي ما مطفرش عنده ما كاعرفش التعامل مع الموظفين ما كاعرفش التعامل مع ما كاعرفش التعامل مع مع درايفر اللي هم مثلاً اللي ليفرور ما كي عافية تعالى مع أطراف وكين واحد داخله في الكومينيكاسيون بشاري وكين فيه شيء ما هو اقتصادي ربعات الحويج مهم من يكون عندك باش يتوفر فيك طريقة تفكير صحيحة كما قلت لكم طريقة تفكير صحيحة فيها ربعات الحويج فيها التجاربة فيها الاحتكاك فيها الموحيد وفيها النوج الاقتصادي نعود لخصهم باش تنجح من بعد المعلومات والفلوس والرس المال والدراسة الاخيرة لخصك طريقة تفكير صحيحة وهذه الطريقة تفكير صحيحة فيها ربعات الشروط باش تكون عندك طريقة تفكير صحيحة خصك يكون عندك بعض الأشياء أولاً تجريبة خصك تراكم مجموعة من التجارب وعلاها بساطتها عافتي إذا مشيتي عند السوبلاير في ضربة عمر ولف إيكس ولف إيغري قمشيتي وقلت لي هو قليك هذي تجريبة في حد ذاتها هذي تجريبة في حد ذاتها احتكاك تحتك مع الناس اللي كي يجربوا كما قلت ليك أنت راح تقدر تجريبة جوشلاتها وكما ينكيش تدير مليون تجريبة يعني تحتك مع الناس تستفد من التجارب ديالهم تستفد من الأخطاء ديالهم قبل ما توقع فيها كما قلت ليك راحياتك كاملة غير كافية باش تتح في الحفاري معا من غا تستفد في التجارب ديالهم معا الموحيد ديالك يعني يكون متأكد أن الموحيد ديالك والناس اللي يديرين بك هما مجموع الناس اللي خدامين في نفس المجال ديالك يعني ناتورك ديالك نفس الناس كتستفد منهم ناس كتسمع منهم أشياء اللي لها علاقة بدك شي اللي كتدير ورابع حاجة اللي هي النوج اقتصادي اللي هي النوج اقتصاديه هو أنا كنسميها النطج اقتصادي كان سميهني فساك تعرف التعامل مع الموظفين، تعرف التعامل مع الكري semi-boom تعرف تعاني مع التيم ديالك تعرف تعالث تتعامل معها م〜 � быترس تنبغم مع كل شيء يعني الناس عنده كل شيء إلا هذي وعندما تجد الموظف لا يقرس لديه وعندما يجب الموظف لا يجب أن يكون لديه التسامة لأنه لا يستطيع التعامل أظن أن الفيديو الذي لا يوجد واضح بي نتمنى أن أعلمكم دعوني الأسئلة التحت أريد أن أجعلها كبير دعوني الأسئلة والأسئلة والأسئلة سأبدأ لكم التحت في الكومنتر ونشوفكم فيديو جديد بسطورية جديدة وإفاءة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته